اشتركوا في القناة ويا ليتك تأخذ عمره وتشتكي فيها الى ربك اقسم بالله العظيم ان بعض الامور كان اهلها لا يظنون انها تفرج انها فرجت لهم من حيث لا يحتسبون ولا اعرف واحدا منهم الا جاعني وبشرني ان حاجته قضيت وان اهمه فرج وان كربه زال رجل كان بين والده ووالدي ود رحمهم الله جميعا وجاعني في شأن بنته تزوجها رجل وايضا من اهل ودي والدنا فشاء الله ان هذا الولد الابن كان يضرب هذه البنت ويؤذيها يؤذيها اذن شديدا فجاعني من اجل ان اتدخل في هذا الامر وقد تدخل فيه غيري وخشيتا يفسد الود الذي بيني وبين الطرف الثاني فقلت له انت بالخيار بين امرين انت دخلت عليه وشألتني اما ان ادخل في امرك او افعل لك ما هو خير من دخولي في امرك قال ما هو خير ما هو الخير من دخولي في امرك قلت انا ادلك على شيء ارجو من الله انك ما تخيف اذا فعلت قال ما هو قلت الرجل كان يضرب البنت وقل لا ان يمر يوم او يومين او ثلاثة الا هو يضربها ورجل من افاضل الناس ورجل له مكانته فشاء الله عز وجل قلت له اذهب واشتكي الى ربك اسأله ان يهدي زوجها وان يصلح ذات بينهم قال هذا الذي تقول هذا خير من ان ادخل انا عبد ضعيف واذا جاء الرجل واستحيا مني وكذا هذا لا يفيد مهم شيء تسأل الله فيصلح لك الحال خرج الرجل مع زوجته وشاء الله كما هو الغالب ان ليلة الجمعة تكون هي ليلة كام في القديم الاجازة يوم الجمعة فقط فذهب ليلة الجمعة كانت الطائرة من المدينة في طائرة قبل الفجر ووافق انه في السحر سحر الجمعة نزلوا في فندق بجوار الحرى المكي قال لي الفندق امام باب المدينة ذكره لي قريبا من الحرب قال اول ما جئنا وضعنا اغراضنا في الفندق ثم نزلنا والرجل في كر لانه ابن شيخ له مكان في قبيلته ومكانته وتعب جدا تعرفون ان انسان ما تكون بنته تضرب هذا شيء كبير جدا وتكرر فشاء الله عز وجل انه نزل وطاف وسعى ثم مع زوجته اللي هي ام البنت وفي القديم ما كان فيه جوالات فلما انتهى من العمر صلى الفجر ثم انشرح صدره ان يبقى يذكر لان هذه لذة العبادة ان الله اذا انست به به لا تمل فمع انه جاء من سفر وكذا يقول انشرح صدره ان اجلس حتى الى الاشرق فلما قدمت على الفندق معي ام الزوجة يقول اذا بموظف الاستقبال الذي في اسفل الفندق يصيح يقول تعال انت فلان قال نعم هو لما نزل اتصل على بنته في المدينة البنت الثانية وقال هذا رقمنا في الفندق ان احتجتم شيئا تتصلوا علينا على عادة الانسان في تفقده الى اهله فشاء الله عز وجل يقول اول ما دخلت واذا بيصر انت فلان قال نعم خير ان شاء الله قال في امرأة زعجتنا فيقول اخذني ما اقبل وما ادبر لانه ترك البنت في البيت فخاف انها ابنته التي في المدينة فاتصل عليها اتصل على ابنته فقال لها انت اتصلت بالفندق قالت لا انا ما اتصلت لكن اعطيت رقمك لفلانا التي هي بنتها المزوجة من الرجل الذي يغربه قال فاصل هو في همها وغمها فقال اتصل على اساس انه يمكن يجد شكوى جديدة بضرب جديد فاذا به اقسم بالله العظيم الرجل يعني قرابة الخمسين يحكي لي هذه حادثة يقول فلما اتصلت اذا بابنتي تقول يا ابتاه هل انا في حلم او في علم ماني مصدقة قال لا ايش فيك يا انتي قالت يا ابت ماني مصدقة ماني مصدقة قالت خير ان شاء الله قال دخل علي فلان اللي هو زوجها الذي كان يضربها قبل اذان الفجر يبكي ويقول انت خير مني انت افضل مني انت ما تستحق انا ما استحقك كذا كذا اذيتك سامحيني كذا كذا وهو رجل لي مكانه رجل قوي ما عنده تنازل يقول هذا الكلام تكلفا او تصنعا يقول ويبكي و الى الان لا يزال هو يبكي يقول سامحيني سامحين لان مقلب القلوب قلبها لانه اشتكى الى ربه وربها لانه فزع الى الله فما من انسان تصيب يصيب هم ولا غم في دينه ولا دنياه ويضرع الى ربه الا وجد الله توابا رحيما ووجد ربه جوادا كريما اما هذا كله فغيضا من فيض وقليل من كثير رجل ابتلي بالمس و اوذي به وكان شابا من خير طلبة العلم وتعب جدا وجاءني واشتكى قال يا شيخ ما بقي الا سنة واتخرج وقد عذبني هذا قلت يا اخي ماذا اصنع لك غير انا اقول لك اذهب الى ربك واشتكي ولكن اخرج بقلب موقن بالله جل جلاله مؤمن بالله موحد كمال التوحيد صادقا مع ربك فخرج وانك اذيت في دينك واذيت في فكرك واذيت في كل شيء من شأنك وامرك هذا الكلام الذي تقوله لي وانا عبد ضعيف لا امرلك لك نفعا ولا ذرا قل هو انت بين يدي الله اذا صليت اذا طفت اذا سعيت تدعو الله بالصدق ويقيد قال فسألت الله وانا في التشهد ركعته الطواف يقول فاحسست بجميع الكروب التي اصابتني فبثثت الى الله همي وغمي وحزني واشتكيث الي قال فاذا بي في فجأة احس بحرارة عجيبة في فخذي فكانت اخر عهده بالبلاء هذا ملك الملوك من التوحيد ان معي ربي كلا ان معي ربي سيادين اذا قال الله شيئا فصدق واذا علمك الله شيئا فحقق لا تحسب ان الامر هدى سدى اذا قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسب اي كافيه فهو كافيك واذا انزلت حاجتك بالله موقنا ان الله يفرجه عكس يفرجه قل ان تجد احدا يقصد هذا البيت تأمل قول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تأمل معها قول الله عز وجل وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فإذا كانت الأموال تقيم أمور الدنيا فإن الله جعل في توحيده وقصده عند بيته وإرادة وجهه خير الدنيا والآخر لكن بالإيمان باليقين بصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكان أحد طلبة العلم ابتلي بشيء في طهارته شيء فوق العقل يمكث ما لا يقل عن أربع ساعات في بعض الأحيان صلاة الفجر لا يصليها إلا قريبا من الظهر من شدة ما هو فيه وسألني عن المسائل وأكثر ثم جاءني يوم من الأيام وقال وهو شيخ كان أيامها يعني يعتبر من المشاهد فقال لي يا شيخ محمد تعبت حتى إني أستحي من كثرة سؤالك وقلت يا أخي لا تستحي أنت تسأل وواجب علي أن أجيبك هذا ليس لي في منه عندي علم فيما تقوله أجبتك لكن ما دمت لأن خفت عليه أنه العياذ بله ينفرج به الوشاة وما يضيع علام دينه فقلت وأولى أدلك على ما يجعل الله فيه الفرج لك إن شاء الله قال على يديك فقلت له اعتمر واشتكي إلى ربك وكن على يقين أن الله لا يعجزه شيء المشكلة أن الناس تدعو والعياذ بالله بضعف اليقين ينظر إلى المرض وكأن المرض كل شيء والعياذ بالله كأنه معجز ولا يعلم أن الذي يشفي هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاءه وأنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فشاء الله سبحانه وتعالى أنه اعتمر قال فكنت قبل أن أصل إلى مكة في هم وغم لا يعلم به إلا الله وحصل عندي نوع من نفس تردد والشكوك يقول فلما قبلت على البيت شرح صدر شراحا عجيبا فسرت أطوف وأدعو الله أطوف وأستصرخ وأناجي وأشتكي قال لما بدأت الشوط السابع وقلت الله أكبر أحسست بشيء كالرعشة في جسدي ثم برود وارتياح عجيب هذا قبل صلاة الفجر قال فأتممت العمرة ثم ذهب ليتطهر قال ما أخذ تقريبا دقيقة واحدة في قضاء حاجتي كل شيء انتهى انتهى تماما استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها من الذي خلق من الذي يدبر الأمر من 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 الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله جل جلاله فيا لها من نعمة ومنه كريمة من الله سبحانه وتعالى إذا أحيى قلب عبده المؤمن وهو معتمر أن يستشعر أنه في هذه الرحلة المباركة في طاعة الله ومحبة الله يخوذ فيها في غناء رحمة الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر